ادخال الفرح على النفوس ده شيء صعب جدا كلنا بنستنى العيد ييجي اي عيد ميلاد ييجي عيد حب علشان نحس بالفرحة شوية عشان هنجيب بقى هدوم جديدة في العيد وبنستنى وبنرتب له وبنعمل حاجات كتير جدا علشان نحس بالفرح هل الاعياد دي حرام ولا حلال هل دي مقبولة من الناحية الدينية ولا لا هيجبنا على الاسئلة دي كلها المستشار احمد عبد المهر الكاتب والمفكر الاسلامي صباح الخير اهلا من حضرتك في عيد الحب ظهرت كتير من الدعوات المتشددة بتحريم الاحتفال بالاعياد هل الاحتفال بعيد الحب حرام ولا حلال بسم الله الرحمن الرحيم أولا بداية الحرام والحلال حق خالص للمولى عز وجل لا يشاركه فيه احد ان الحكم الا لله وربنا سبحانه وتعالى نهى انه اي واحد يقول ده حرام وده حلال فقال ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لان دي فيها تلاتة كذب فتلاتة كلمة كذب يعني المفروض انه الحرام الرسول السلام قال الحلال وبين والحرام وبين ما يجيش واحد بيقالف لي تأليفه ويقول لي انه ده حرام او ده حلال ويخلي عيشتي كلها حرام وينكد علي عشيتنا عشان خاضر هو عايز يعيش في الجبل او عايز يعيش يعيش يعني مأشف او عايز يعيش مش حالك بعدين حدي مثل بسيط عشان الجماعة اللي بيقولوا حرام وحلال الكأس او الكوباية الكوباية دي ممكن نحط فيها مية حلال ولا حرام الحكاية دي حلال طب ممكن نحط فيها سم حلال ولا حرام الحكاية دي حلال برضو الحرام هو الممارسة ان انا اديك كوباية السم يعني انا لو حطيت سم مش مش كلا يعني يبقى ازا اليوم نفسه اليوم نفسه مفيش حرام ومفيش حلال اليوم مفيش حرام ومفيش حلال كون انا اعمله عيد اعمله سبت عيش اعمله اي حاجة اقول عليه اي اسم مش 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 مشكلتنا المشكلة ايه يا الممارسة يعني طريقة الاحتفال باليوم هحتفل باي ايه انا هعمل ايه يعني اص kalau pasal thì productosHA الفالنتين ده كان أسيس وكان مش عارف إيه أنا مالي أنا النهاردة هحب مراتي كل يوم وحاجي في يوم عيد الحب هحب مراتي والراجل الجاري هحب مراته وحنحتفل جماعيا فيها إيه ما تسيبوا الحياة تتنفس سيبوا الحياة تتنفس هيقول لا ده أنت بس أصدقوا علشان الحب التاني مش الحب بتاع الأزواج يا سيدي أنت يعني ليه تظن في الناس السوق هم هناك بيعملوا كده الرجالة مع الأولاد مع البنات وكل واحد مع صاحبته إحنا عندنا بنعمل الحب الحلال وبعدين أنا أنا عايز أقول حاجة حقول حاجة ماليش يعني ممكن تكون قنبلة أدري أني واحد حب مراتي أنا ده بقى ارتكب حرام ما ارتكبش حرام أنا حبيت مرات جاري حبيت بنت الجيران اللي متجاوزة حبيت الحرام في الممارسة إنما الحب اللي بيبقى ملتزم بلجام التقوى والعفاف ما هوش حرام لأن الحب أنا ما بنزلش الصبح كده أقول إيه أنا النهاردة هحب الحب ده بيجي فجأة الحب ده بيجي فجأة فلأ مفيش حاجة اسمها أنا أنا نازل أحب النهاردة أو أنا دي هحبها أو أعد أركز بقى شما أحبها إنما الحب ده يعني فجأة بيجي ربنا اللي زرعوا فينا فأكيد مش هيبقى حرام مسألة فطرية فطرية خالص وتلقى أيها فأنا حبيت واحدة وطلعت لا تحل لي وهلتزم بلزام التقوى والعفاف فين الحرام في الموضوع وبعدين الحرام يعني إيه برضو الناس دي عايزة تدخلنا النار حرام يعني هنخش النار هل في حد هنا في الأمة الإسلامية دي يقول لواحد هنخش النار ينفع علشان إن هو حب عشان إنه بيحتفل بقى نرجع تاني للأصل إنه بيحتفل بعيد الحب جبل إمراته بوكي وردة أو وردة حمراء أو دبدوب أبيض أو كلام من ده هل جماعة بتوع الوردة دب كلهم دخلين النار هل الراجل الصيني اللي عمل الدبدوب فستان ودخل موصول جينس اللي حبيبته من تلاتين ألف وردة فقبلت به زوجا وجوزته وصوروها بالفستان اللي كل وردة أحمر ده عمل حرام ما عملش حرام ده تقرب وتودد إليها يعني مش عايز إن مسألة الحرام كده تبقى سهلة وكل الناس بقى كمان تفتكر إن اللي بيقولنا حرام ده ده بقى الراجل التقي ده الراجل ما عندوش فكرة عن الدين اللي بيتكلم في الحرام ده بيغير ضابط ده ما عندوش فكرة عن الدين وما هواش بيستنبط صح الاستنبط ما يبقاش في التحريم زي اللي قالوا إيه بالظبط زي اللي قالوا الدبلة حرام وتبص تلقى العريس ما عندوش فكرة عن الإسلام كله يقول لك بس أنا حلبس دبلة فضة طبعا أنا لابسة فضة يعني يضحكوا علي من زمان الدبلة كراه التنزيل إنما الصحابة لبسوا دبل ده مش عايزين مسألة الحرام تخش في لسنة كده ونفتري على الله الكذب والحرام ده حكم الله فين الحكم بتاع ربان لبقى الحرام فين الحكم اللي بيقول لك خلي العيد ده حرام عيد الملاد حرام عيد الحب حرام عيد ليه عشان ايه ليه الفوضى دي هل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كان عندهم قصص حب يعني عشان بس نقول إن ده مش حرام يعني قصص حب مشهورة يعني لسه بنتحكى عنها عشان نثبت بس إن الحب يعني موجود كان عند الرسول ما هتبص تلاقي جماعة المخربشين دول والمقاشفين دول ما يجيوش نحية الحكاية دي يعني موجودة في البخاري على فكرة اللي حضرتك بتقولي ده موجود في صحيح البخاري إنه كان فيه واحد اسمه مغيث واحد اسمها بريرة ده البخاري اللي ذكر وكان يمشي وراءها في طرقات المدينة يبكي حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعجب وحكى قال له إني أعجب من حب مغيث لبريرة فقال له طب ما تتوسط لهم يا رسول الله فرح جابها قال لها يعني إنه مغيث بيحبك وما ترجعي له قالت له أتأمرني قال لها إنما لا إنما أنا شافع أنا بس باش فعله قالت له فإني لا حاجة لا حاجة لي به هذه واحدة كان بيحب وماشي وراها في طرقات المدينة بعاية يعني شو وصلنا لإيه اللي فيه وبيتوسط يعني ورسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيتوسط هو رسول عليه الصلاة والسلام يتوسط ده والكلام ده في البخاري يعني مش في حتة تانية يعني مش مثلا في كتاب كده متدخاني الكتب الصفرة أو الحاجة ده في أصح الصحاح والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب يعني أصلا معنا كلمة السؤال حتى اللي حضرتك سألته اللي بيقول ليه فيه هو كان وعلى عهد الصحابة بيحبه أنا أجاوبك إجابة شازة علشان الناس اللي بيقول ده كل الصحابة ما حبوش ستاتهم ولا حبو خالص ويجاوزوا عن كور علشان يرتاح طبعا طبعا لا شك إنه الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ربنا بيقوله بيقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يعني إذا كان بيشوف وحده ويعرف إنها حلوة وقلبه يميل لها فيتزوك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها طالصة لك من دون المؤمنين يعني النبي حتجوز على أساس شفها وعجبته وبتاوه وبعدين أيام عمر بن الخطاب وأيام أبو بكر الصديق أيام علي ابن أبو طاب أبضوا على واحد جوه بيت وقدموه للإمام عليه ابن أبي طالب عليه أنه سارق فقال له لا والله ولكني محب مش مسارق الأيام هارون الرشيد يعني القصص أو التراث الإسلامي مليء بقصص الحب وإحنا مش عايزين برضو في نقطة تانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول بيقول زينا للناس حب الشهوات من النساء دول بقى عايزين يقفلوه علينا خالص الستات متخرجش ببيوت ولو خرجت تبقى منتقبة طب حب الشهوات من النساء ده انت قفلت خلاص الان دي طيب أنا عايزة عارف هو زمان كانوا ازاي بيشوفوا واحدة حلوة كان بتبقى بالنقاب ازاي وهو شايفها حلو ولا ما كانش فيه نقاب الرسول السلام بيقول ولو أعجبك ربنا بيقول للرسول السلام بقوله ولو أعجبك معنى كده ما كانش فيه نقاب هو كان بيشوف الجمال طبعا ما فيش نقاب طبعا ما فيش نقاب فاهمين أنا شايفك دلاتيو شايفك حلوة لو وجدت في نفسي بقى شهوة أغض بصر ما وجدتش حب الصالك ما فيش مشكلة هو برضو الناس اللي بتقاب تكلمنا وهي عم سبلة عنها كده اصو ايه عم اصو بغض البصر بغض بصر ايه هو انت تبقى بتكلم ولا هي بتتكلم ناس مسبلة وناس نايمة الشزوز الفكري ربنا بيقول وقل موينة غضوا من مش يغضوا بصرهم لا يغضوا من ابصارهم امت تغض بصرك لما تجد في نفسك لازم تغض ده كده صح والبصر غير النظر لازم وفاهمين ان برضو البصر غير النظر البصر هو الادراك انما مطلق النظر ما هواش ادراك طب عايزة اسأل حضرتك سؤال برضو دلوقتي نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيلبسوا النقاب لي علشان بس الناس تفهم برضو شان هو بيقولوا تشبه بنساء الرسول يعني هم بتاقي اللي كانوا بيلبسوا النقاب علشان المشركين مثلا ما يعرفوهمش في يعني فيدايقوهم صح اولا اولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن احكام خاصة يا نساء النبي لستنك احد من النساء آية في كتاب الله مقدرش انا اسحب حكم نساء النبي على بيت النساء وربنا بيقولهم لستنك احد من النساء نساء النبي ما يجوز شيء ان احنا نتجوزهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولي تعالى وما كان لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم نساء النبي من يأتي من كل نبي فحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين نساء النبي لها احكام خاصة محدش يتكلم في نساء النبي وقول اصلي ايه ده تأسيا بنساء النبي ده برضو ما بيفهمش في الاسلام ما هندوش فكرة عن حاجة هو كل فكرته عن الاسلام تأفيل 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 زي ايه ناس تحب كده تتحرص ويحرص زيادة عن لزوم لحد لما حياته كلها تتقفل عليه ما هنفعش ما هنفعش يدي تبقى صورة حياة ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة كلها حلالة كلها مباحة إلا ما حرم مش إلا ما حرم كل واحد على مزاجه إلا ما حرم الله يعني كل الحياة حلال كل الأكل حلال كل التصرفات حلال كل حاجة مباحة إلا بعض أجزاء ربنا سبحانه وتعالى أوردها في كتابه ولو اختلفت أنا وإنت أو أنا وإنت إيه هو الحرام وإيه الحلال في آية بتحكمنا لما نيجي نختلف أنا وإنت في إيه هو الدين بضوط الحرام ولا حلال في في آية بتحكمنا بتقول إيه بقى بتقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما فيش رسول يعني ربنا بس هو اللي بيحكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ما ينفعش بقى أنا أقول إيه إلى الله والشيخ إلى الله وحكم السلف أولا السلف دول كانوا ناس عظام جدا إحنا اللي بنطلصص عليهم بفكر معتوه ونقول أصل ده فكر السلفي ما فيش كلام من فكر السلفي أبدا لم يكن تنطعا على كتاب الله ولا على سنة الحبيب بن مصطفى صلى الله عليه وسلم الفكر السلفي لم يكن أبدا تضيقا على الشعوب أنها تعيش حياة طبيعية وتتنفس الحياة طبيعية وتعيش مع بعض حياة سوية الفكر السلفي عمره أبدا يعني عمره أبدا ما كان مناهض أو مبتدع لأحكام ويقول أصلنا بحرب البدعة أصلا أعمل السلم بتاع الخطيب ثلاث درجات علشان دينا السنة بتاع رسول وفي نفس الوقت تطلع لمئة ألف حاجة بضعة في الحرام والحلال هو اللي مبتدعها ولا تقولوا لما تصفوا أقول سينا تكون الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فلازم أنا عشان أبقى منضبط والمسألة مش مسألة بالمراية كده أصلا دام ربي ده أنا يبقى متدين أصلا دام ربيس عم يبقى أشعر فيه أصلا دام ربيس عم يسلم عليه عامل عامل كبير قوي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسن يعني أنت في واحد بيقول لك حرام واحد بيقول لك حلال ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين اجتنبوا الطاغوطة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد من هم بقى اللي حنبشرهم قال الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسن الشيخ اللي بيقول لك إن اليوم ده حرام ماشي نقول زي بعض انه بيتكلم كلام كويس وانا بقولك انه اليوم ده مش حرام ولا الحب اصلا حرام وشوف بقى انت تتبع احسان ازاي شوفوا القرآن بيقولك ايه شوف هل الصحابة انت تتصور كده انه جيل الصحابة العظام رضي الله عنهم وارضاهم كله تجوز عن كره يعني مثلا مفيش واحد حب واحدة ابدا وتجوزها اكيد انه لو جبت تورتة مثلا ولبست فصانة احمر في البيت مش حرام يعني يوم عيد الحب اكيد طريقة الاحتفال بي هي اللي ممكن تبقى حرام او حلال مش اليوم نفس او الاحتفاله ولا حرام المسافة بيني وبينك يجب انها تكون بعيدة والمسافة بيني وبين مراتي يجب انها تكون قريبة يجب انها تكون قريبة المسافات بين الناس محدودة بحدود شرعية هذه الحدود الشرعية ليس منها ما كان قهرا على القلب انها حبك حبيتك طيب خلاص انما الحرام يعني حبك ده مش حرام الحرام هو الممارسة الحرام هو الممارسة سواء كانت قولا او فعلا او تلميحا او تصريحا ده الحرام فهل النهارده تفتكري واحد بيحب واحد لا عمره مش معه ولا كلمها ولا تفتكري حيجيب لها دب دوب ويدهولها وهي هتقبلوا منهم لا طبعا ناس دماغها تعبان ناس دماغها تعبانة قوي محتاجين لسه يعني يتحطوا على اول اول طريق الفكر علشان يفكروا صح لسه ما دخلوش تفكير المفروض انه انا مش هجيب دب دوب الا اساسا اللي واحدة انا بحبها وليا معها علاقة اذا يوم عيد الحب ما بينشقش علاقة حب بعدين ربنا نفسه صيب لنا الحرية في عبادته يعني من شاء فليأمن ومن شاء فليكفر صح ولا غلط فمش هيجي حد يقول لي مثلا لا انت حرام ان انت تحتفل النهارده بعيد الحب واسمع كلام اذا كان ربنا صيب لي قدر من الحرية ان اليوم ما فيش حاجة اسمها اليوم حرام او الحب حرام لا ده ولا ده او العيد حرام انما انا المفروض انه وما فيش حاجة اسمها اصله الشرع عيدين طب ما فيش في القرآن عيد انهم عيدين بس ربنا سبحانه وتعالى ما قال شي انه ان احنا ما نحتفلش قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات ون الرزق مين يحرم ربنا سبحانه وتعالى ساب لنا الحياة انا هعمل وليمة هحتفل بيك عشان انت او مرة تخش بيتنا وهحتفل بيك وهعمل وليمة هعمل اليوم ده يوم سنوي او يوم شهري او يوم اسبوعي احتفالا بيك ايه المشكلة ايه المشكلة انه احنا نتواد فيما بيننا ونحب بعض اكتر ايه المشكلة ان احنا نبتدع في دنيانا امور امور تقربنا من بعض اكتر ايه المشكلة البدعة هي البدعة في الدين فهل يا ترى الحب خارج الدين يعني البدعة هي البدعة في الدين ان انا ازاود حاجة الدور اربعة اقولك خمسة عشان بقى زيادة تقوى وكويس المجرب تلاتة اقولك ستة ده البدعة في الدين لكن البدعة في الدنيا انه انا هحب امراتي اكتر هعمل مناسبات تقربني معها بينها اكتر هعمل هخترع حاجة علشان تقربني من بنت الجيران دي اخدم ابوها خدمة كويسة عشان ترضى بجوازي او كلام من ده كل الكلام ده حلال واكيد لو الحب حرام كان ربنا شال غريزة الحب دي من الانسان مدام يعني ما كانتش بكتش بقت موبودة اصلاك الدنيا بقت غابة بقى الله ينور عليك محدش بقى في مشاعر الحب دي كنا كلنا عاتي لنا بعض الله ينور عليك يعني صحيح ان دي من فطرة الله عز وجل التي فطر الناس علي ازاي انا انزعها وازاي اقول عليها حرام الحب ازاي اقول عليها حرام والاحتفال به ايضا ليس حرام لانه ليس من الدين لان البدعة فقط في الدين هي الحرام اما كل بدعة الدنيا حلال اعمل اللي انت عايزاه في دنياك لانه لازم نعرف ان الدنيا كلها مباحة والدنيا كلها حلال الا باستثناءات طيب دلوقتي الغرب طبعا احنا كلنا يعني ناخد منه حاجات كتيرة جدا في حاجات منها صح تناسبنا وفي حاجات ما تناسبناش هل من الخطأ ومن الحرام برضو زي ما الناس بتقول ان احنا ناخد بعض حاجات من الغرب ونحتفل بيها او نعملها في يعني والله الناس دول وجعوا لي دماغي يقولك هم يقولوا وانا معهم في اللي هم بيقولوه بس بيقولوا في في الشرق وتصرفاتهم في الغرب يعني يقولك الحكمة ضلط المؤمن اينما وجدها فهو احق بها ماشي كويس حدش يقدر يتكلم في دي خالص فمن الحكمة ان انا اجيلكوا هنا بعربية ولو في الصيف لازم العربية تبقى مكيفة ولو تبقى اوتوماتيك تبقى احلى وكل لما تبقى امكاناتها احسن يبقى افضل العربية دي من اللي اعملها الراجل الخواجر حلال ان انا اخد منه العربية دي ما البيع عربية دي بدع برطو حرام ولا حلال ولا هركب الجمل والخيلة والبغالة ما قالي يا عمي ويخلقوا ما لا تعلمون وثابت دينا مفتوح ده هو حيركب الخيل والبغال والحمير وبيتعالج بابوها للقبل وانا اعمل لهم ان شاء الله مصنع كنزة علشان العلاج بابوها للقبل واعبلهم فيها ابوها للقبل عشان يتعالجوا بيه دي مصيبة دي مصيبة كبيرة طيب انا مش حارفة انا قفلت هذا التليفون معلش يعني مش حرام ان احنا ناخد الحاجات اللي بتناسبنا من الغرب يعني ونحتفل بيها او مثلا ان احنا نقلد الغرب في اللبس مثلا في طريقة الحياة في النظام اي حكمة اي حكمة تنصالح بها الحياة لو جاية من حيوان على سبيل المثال دفن الانسان ده شيء طيب تعلمناه منين من الغراب اي حكمة فيها خير لابد انه احنا ناخذ بها لانه المفروض انه انا احق باي حكمة واي ما ينصالح به الحياة يعني النهاردة كل زراعتنا بتعتمد علي وكل صناعاتنا بتعتمد علي بتعتمد على حكمة الغرب وفكر الغرب وفكر غير المتدينين بدين الاسلام اللي كان فيه واحد صاحبي اسمه كمال شهين دكتور كمال شهين كان عامل جايزة بيقول ايه انا عامل جايزة كل اللي معايا لأي واحد يقول لكتاب علم عملوه العرب من 300 سنة ترجم الى اي لغة من لغات العالم وقال كتاب علم مش كتاب ادب ولا شعر ليه كتاب اللي بيترجم الى اللغات الاخرى معناها ان احنا بنفيد البشرية فهما كمال اللي بعملوا حاجات وتفيد البشرية تفدنا في حياتنا تفدنا في اجتماعياتنا تفدنا في ان احنا نقرب من بعض ما نقولش حرام عشان انها جاي من عندهم يعني ما ننفعش نقول حرام ما كناش خدنا الطب من عندهم ما كناش خدنا يعني اي اساليب الزراعة من عندهم ما كناش خدنا ثقافة من عندهم كان ده كله يبقى حرام كل اللي عندهم ينفعنا ناخده واللي ينفعنا بصورة ممكن يبقى فيها حرام نقيفه احنا بحيس يبقى حلال بليه انسان بيبقى فيه فطرة كده بيبقى عارف اللي هو بيعملو ده حرام ولا حلال من جواه صح؟ لا شك مش الانسان بس اللي بيبقى عارف بفطرته وانه ده حرام والحلال ده فضلت الشيخ محمد بتولي الشارع ورحمته الله عليه طبعا اكيد انت ما حضرتش الدرس ده قال انه القطة عندها فطرة في الحرام والحلال لانك لما بتيجي تدي القطة القطة حتة اللحمة بتاكلها جنبك لما لما بتسرقها هي من على الصفرة بتجري بتجري بتحط نفسها تحت الترابيزة ولا في اي حد ما كان اذا ان هي فهمة امتى هي غلطت وامتى هي ما غلطتش لذلك برضو احنا كناس بناء ادمين بنعرف كويس قوي امتى نكون غلطانين ايه اللي بقى اذا كانوا الجماعة اللي بيقولوا حرام وحلال دول فاهمين انه كلنا فطرتنا ملوسة وكلنا مش فاهمين حاجة وهم بس اصحاب الفطرة السوية والباقي كله لا اصلا اكيد الحرامي مش عارف عارف ان هو بيعمل حاجة غلط الا لو كان فاكر بقى ان هو ده حاجة صحة كان بقى الحرامي اصلا ما كانش استخبى بقى الحرامي اصلا بيحمد ربنا انه سطر عليه بعد السر كله عارف الحرام كله عارف الحرام المشكلة في المتنطعين على الحرام مش المشكلة في الحرام ايه والحلال ايه التنطع على الحرام والحلال الحب نرجع موضوع الحب في حد ذاته لو حبيت مراد جنة ده لازم عشان يبقى الموضوع جامل شوي لو حبيت مراد جارك حلال مش حرام لان انت موقعتش في الحب بخطرك انما انك انت تقدم على اعمال او اشارات او كلمات يحرمها الله عز وجل هو ده الحرام مش المفروض ابدا اطلاقا ان انا امنع الجمال من الحياة ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بدع السماوات والارض على غير مسال السابق فكل مبدع وكل فنان بيبتدع هو بيقرب من الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه مين قال انه احنا نقول انه الابداع حرام او انه ان انا اعمل ابداع انه يوم عيد ميلاد يوم عيد جواز يوم عيد حب يوم عيد كل الايام دي ايام جميلة وبعدين ما ربنا سبحانه وتعالى قال واذكرهم بايام الله انا هذكر ايام الله ازاي يعني السابت وحد واثنين وثلاثة واربع حانسى مسلا انه في سابت واثنين وثلاثة واربع يعني ايه واذكرهم بايام الله هل تفتكر مسلا هفتكر مسلا ايام يوم غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الناس دي مجانين ذكرهم بايام الله عليهم فانا يوم عيد جوازي ده يوم خير علي احتفل بيه يوم عيد ميلاد بنتي حاجة ساعدتني بحتفل بيها ربنا ربنا اداني بنت بشكر ربنا على ان هو اداني مثلا بنت دي ذكرهم بايام الله تذكير بايام الله احنا بنحتفل بملد النبي طب هو الاحتفال طبعا فيه ناس برضو تقولك الاحتفال بملد النبي حرام لانه بدعه مين قال انه النبي عليه السلام لم يحتفل بيها عيد ميلاد وما النبي عليه السلام كان بيحتفل كل يوم اثنين وخمس كان بيصوم يقول لك ان هذا يوم وولدته فيه وهذا يوم بوعيس عليها فيه يعني اذا كان بيحتفل وكان بيحتفل بصوم يعني اذا احنا لازم لازم نعيد صياغة المنظومة الفكرية اللي بننطلق منها اللي نقول هذا حلال او هذا حرام لازم نعيد صياغة المنظومة الثقافية اللي بننطلق منها علشان خاطر نبقى ناس حضاريين نرتوي من القرآن ومن السنة المستشار احمد عبد المهر الكاتب الاسلامي والمحامي بالنقض نورتنا النهاردة واستفدنا كتير من اراء حضرتك شكرا لحضرتك مشاهدين خلصة فقرتنا دلوقتي بس دلوقتي هيكون معنا تقرير هنشوفه وبعدين هنكمل بيس يوم نهرك سعيد اشتركوا في القناة